الملكة المتحدة الملكة بمناسبة حضور جلالة الملك المفدى وصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة مهرجان رويل وينتزر للفروسية كما التقى جلالته صاحب السمو الملكي أندرو دوك أوف يورك وأسير آلان دينكان عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير الدولة لشؤون أوروبا والأمريكيتين في وزارة الخارجية البريطانية والشيخ فهد بن فلاح بن حثلين أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملكة إليزابيث الثانية على دعوتها الكريمة لجلالته لحضور منافسات هذا المهرجان السنوي العريق وتبادل جلالة الملك المفدى مع جلالة الملكة إليزابيث الثانية الأحاديث حول العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ما يشهده التعاون والتنسيق بينهما من تقدم متواصل في كافة المجالات وتبادل جلالة العاهل المفدى مع جلالة الملكة إليزابيث الثانية وصاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأحاديث حول ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك في مختلف المجالات كما تبادل جلالة الملك المفدى مع صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية الأحاديث حول مهرجانات سباقات الخيول في مملكة البحرين والمملكة المتحدة وأهميتها في تعزيز ونشر هذه الرياضة الأصيلة في الأوساط المحلية والعالمية هذا وقد شهد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية جانبا من سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كم بمشاركة عدد من فرسان مملكة البحرين بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي إلى جانب عدد من الفرسان من الدول الخليجية والأوروبية هذا وقد أحرز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي أحرز المركز الأول في سباق رويال وينتسور للفروسية حيث تلقى سموه التهانية من حضرة صاحب الجلالة الملك البفدى وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هذا الإنجاز الرياضي الذي يضاف إلى الإنجازات التي حققها سموه في سباقات القدرة في مختلف السباقات المحلية والدولية بعد ذلك ودع جلالة الملك المفدى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية هذا وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة بالتصريح التالي نحن سعيدان جدا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتشجيعه لجميع الفرسان ووجود سموه في هذا السباق كان حافزا لجميع الفرسان وأكد جلالته أن هذا السباق هو تعارف بين الفرسان لاكتساب مزيد من الخبرات وفائدة الفرسان المشاركين وقال جلالته الحمد لله إننا نبارك للكل فالفريق هو فريق واحد وكان صاحب الجلالة حفظه الله قد وصل إلى مضمار سباق القدرة حيث كان في استقبال جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي والمنظمين لهذا السباق وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إجازا حول مراحل ومسافة السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه وأشهد جلالة الملك المفدى بالجهود المتميزة التي يوالي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتطوير هذه الرياضة العريقة التي تحظى بشعبية كبيرة منوها بحرص الاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة على المشاركة في مختلف المناسبات والبطولات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية وبما يواصل تحقيقه فرسان البحرين من بطونات ونتائج متقدمة عززت من مكانة هذه الرياضة في مملكة البحرين وعكست الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين وإصرارهم على رفع اسم المملكة وتعزيز مكانتها في مختلف المحافل الدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة